مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب يتسأل بعض قائلا لماذا أربعة أناجيل ولماذا رفضتم الإيمان بالأناجيل الأخرى فهناك مجموعة من الأناجيل أنتم رفضتم قبولها ورفضتم الاعتراف بها اليوم سأحاول أجاوب على هذا السؤال من خلال إظهار هذه الأناجيل التي نطلق عليها الأناجيل الغنوسية وبالأخص سأركز كلامي النهاردة عن أناجيل الطفولة فعنوان حلقة اليوم هو الأناجيل الغنوسية أناجيل الطفولة المزيفة وأناجيل الطفولة هذه هي محاولة متأخرة علشان تملأ الفراغ اللي موجود في قصة المسيح وبالأخص في طفولته ماذا كان يفعل في طفولته وكيف كان يعيش وكيف كان يتصرف فهذه الأناجيل يطلق عليها أناجيل الطفولة طيب عشان أتكلم عن الأناجيل الغنوسية وكلم عن الأناجيل المنحولة بما فيها الأناجيل الطفولة الأناجيل الغنوسية يطلق عليها أيضا الأبو كريفة وكلمة أبو كريفة يعني السرية الخفية الباطنية ودي كانت الفلسفة اللي موجودة اللي بتنادي في القرن الثاني والثالث وشتهرت أوي في القرن الثاني والثالث بأن الإنسان يخلص من خلال المعرفة والمعرفة السرية كويس؟ وهناك أمور قالها يسوع سرا لبعض التلميذ وأراد منهم أن يعلنوها في وقتها تنقسم الأناجيل المنحولة الغنوسية إلى عدة أقسام منها أناجيل متعلقة بقصة يوسف ومريم كويس؟ وأناجيل الطفولة وحتى سن الاثناشر وأناجيل متعلقة بتاريخ بيلاتس كتبت هذه الأناجيل في وقت متأخر كتبت في القرن الثاني وحتى القرن الرابع الميلادي كويس؟ وهي بما تحتويه من معلومات ومن أفكار هي لا تتماشى نهائيا مع الإيمان ومع العقيدة المسيحية فمنذ ظهورها والكنيسة رفضتها وقالت أن هذه لا تموت بصلة للإيمان المسيحي ولحياة رب المجد يسوع المسيح من ضمن هذه الأناجيل مثلا إنجيل تومة يمكن إنجيل تومة نكلم عن إنجيلين هنا إنجيل تومة اللي هو بصفة عامة متكون من 114 مقولة وإنجيل تومة الإسرائيلي المتعلق بطفولة المسيح كويس؟ ففيه يمكن عندنا اتنين لما أجي إلى إنجيل تومة مع أنه الصفر يسمى بإنجيل تومة إلا أنه ليس بالمفهوم المتعارف عليه كالبشاء الأربعة يعني لما نفتح البشار الأربعة نجد مثلا معجزات المسيح تعليم المسيح لقاءات المسيح مع تلاميذه مع أشخاص مع كتبه مع الفرسين حواراته التركيز أكتر على صلبه موته قيامته سعوده إلى آخره لما نجد إلى إنجيل تومة بنجد حاجة مختلفة نهائية بنجد مش قصة فالإنجيل ليس قصة المسيح وليس حياة المسيح الإنجيل لا يذكر شيئا عن ميلاده ولا عن حياته ولا عن معجزاته ولا عن موته ولا عن قيمته أنا معرفش اللي تسمى إنجيل لأنه كلمة إنجيل تعمل الخبر الصار والخبر الصار هو المتعلق بعمل يسوع المسيح الفدائي أن يسوع مات من أجل خطيانا وأن يسوع قام من أجل تبريرنا لكن في إنجيل تومة لا نجد أي إشارة لا نجد أي إشارة إلى حياة المسيح إلى تعاليم المسيح إلى معجزات المسيح إلى موته إلى قيمته وزي ما قلت مرات ومرات الأنجيل الأربعة خصصت أكتر من أربعين في المية من محتواها للإسبوع الأخير من حياة رب المجد أما هذا الإنجيل فهو لا يتناول أبداً لا موت ولا قيامة المسيح لكن سمي إنجيل ونصب إلى توما طبعاً الإنجيل هذا بيتضمن 114 مقولة منسوبة للمسيح فهو لأقوال المسيح فلما نرى الإنجيل بنجد المقولة الأولى المقولة الثانية المقولة الثالثة إلى آخر المقولات 114 مقولة لشخص المسيح وهي مقولات صغيرة ليست يعني بأحجام كبيرة يقول مارفين ماير وهو واحد من الدارسين المتقصصين في إنجيل توما أن يسوع في إنجيل توما لا يصنع معجزات شفاء ولا يعلن تحقيق نبوات ولا يعلن شيئاً عن المستقبل ونهاية الزمان بل فقط يتحدث بحكمة الله كما أنه يقلل من قيمة النبوات ويقدم الخلاص من خلال فهم أقوال واستعابها وليس بالإيمان يعني الخلاص ليس بالإيمان مع أنه العهد الجديد كله هو أن الخلاص بالنعمة بالإيمان بيسوع المسيح ده ده الخلاص لكن هنا بنجد مجموعة من الأقوال مجموعة من الأقوال التي تنسب إلى يسوع والتي يدعي كاتبها أن يسوع قالها له سراً يسوع قال لها قال هذه الأقوال سراً وقالها الواحد بس من التلاميذ مش لكل التلاميذ وهو توما وتوما أعلن هذه الأقوال في كتاب هذا طبعاً يتعارض مع مضمون الإنجيل محتوى الإنجيل مركزية الإنجيل وهي خلاص الله في المسيح يسوع كل هذا يتعارض معه إنجيل توما طيب كأي كتاب غنوسي كأي كتاب غنوسي يدعي إنجيل توما أن هذه الأقوال هي أقوال أعلنها له يسوع سراً الأقوال السرية التي قالها يسوع الحي لتوما ودايماً لما نرى العبارة دي دايماً نبدأ يعني تسير جوانا نوع من الأسئلة عن مصداقية هذه الأقوال كويس؟ واحد جاي لك يقول لك بص الأقوال دي الهال يسوع بعد لما قام من بين الأموات وما قالهاش لحد تاني وأنا هكتبها وأحطها في كتاب وأقول عليها إنجيل توما طبعاً كل ما أعلنه رب يسوع أعلنه أعلنية ده بالعكس ده قال للتلاميذ إن ما أقوله لكم في الخفاء هيعلن يجيه وقته يعلن كويس؟ ما فيش كلام كان سري لواحد يخبيه لحد لما يسوع يقوم من بين الأموات طيب كيف ينظر علماء العهد الجديد إلى إنجيل توما والدارسين والمتخصصين إلى إنجيل توما يتفق كل علماء العهد الجديد أنا ما أقول كل أنا بعني كل كل دارس وكل فاهم وكل متعمق في دراسة هذه الأنجيل يتفق كل علماء العهد الجديد أن توما تلميذ المسيح لم يكتب هذا الإنجيل لا يوجد عندنا أي برهان على أن توما كتب هذا الإنجيل بل تاريخ كتابة هذا الإنجيل يعود إلى القرن الثاني الميلادي كما يحتوي على تعليم غنوسية تنادي بأن الخلاص يكون بالمعرفة حتى كلمة نوستيك أو جو نوستيك تعني نوليج كويس فكلمة نوليج هنا الغنوسية تبنى على المعرفة والمعرفة السرية الباطنية الخفية الغير معلنة اللي عند الإنسان كويس وليس بالإيمان فمثلا نقرأ قول يسوع دعما يطلب يطلب حتى يجد ما يطلبه وعندما يجد ما يطلبه سيندهش لأنه سوف يسود على الآخرين بالمعرفة يعني ما تمتلك من معرفة باطنية وما تمتلك من أمور سرية يجعلك تسود على الآخرين كويس فالمعرفة وإيجاد المعرفة هم مفتاح الخلاص والسيادة إذا أردت أن تخلص يبقى عليك أن تبحث عن المعرفة الباطنية الخفية السرية وده الفكر الغنوسي أي حد درس الغنوسية يعلم أن هذا هو مربط الفرس في الفكر الغنوسي أن الخلاص يكون بالمعرفة وأن المادة شر وأن كل ما هو روحي هو جيد شيء كويس صالح وهذا هو محتوى التعليم الغنوسية ولأجل هذا الغنوسية بسبب هذا التعليم رفضت الإيمان بالتجسد الحقيقي ليسوع المسيح وقالت أن التجسد كان هو مجرد إظهار أن يسوع له جسد لكن يسوع لم يكن له جسد هو يبدو على أن له جسد لكنه لم يكن له جسد وأمور كثيرة أخرى أنكرتها بسبب هذا الاعتقاد طيب طبعا لأنه إنجيل توما فلازم يقدم لنا توما على أنه بطل زي ما إنجيل يهوزة يقدم لنا يهوزة على أنه بطل يهوزة من شخص وحش ده لي يقدم لنا إنجيل يهوزة إنجيل توما يقدم لنا توما بصورة مختلفة عن التي نراها علي في الأنجيل الأربعة فتوما هو البطل هو الأفضل من باقي تلاميذ المسيح عش كده في مقولة رقم 13 نقرأ عن سؤال يسوع لتلاميذه بيقول قارنوني بأي شيء وأي شخص وقول لي من أشبه فقال له بطرس أنت تشبه ملاكا وأجابه متى أنت تشبه فيلسوفا حكيما أما توما فقال له يا معلم فما فمي لا يقدر أن ينطق ويقول من تشبه يعني فقال له يسوع أنا لست معلمك لأنك سكران من الروح الذي أعطيتك لك أعطيته لك يعني أنت مليان من الروح الكدس أنت أفضل من بطرس وأفضل من أيضا باقي وأفضل من متى كويس ثم أخذ يسوع توما على انفراد وقال له ثلاثة أقوال وعندما عاد توما سأله التلاميذ ماذا قال لك يسوع يسوع قال لكي قل لنا قال لكي فأجابهم توما إذا قلت لكم الأقوال التي قالها يسوع لي سوف ترجمونني بالحجارة وسوف تخرج نار من هذه الحجارة وتأكلكم بزمتكم يعني هل هذا هو مضمون الإنجيل هل هذا يرتقي إلى مستوى الأنجيل الأربعة التي تحدثنا عن الخبر الصار فداية الله في المسيح يسوع وبعدين ليه مزور في حوار يسوع مع تلاميذه من يقول الناس أني أنا وبعدين وأنتم من تقولون أني أنا وبعدين إجابة بوترس أنت هو المسيح ابن الله الحي وبعدين متح يسوع لبوترس لماذا هنا زور وحرف هذا الكلام زور وحرف هذا الكلام عشان يخدم غرضه عشان يقدم نفسه الكاتب وهو ليس طبعا ليس له علاقة بتومة على الإطلاق لكنه عايز يقدم نفسه أنه أنا قريب جدا من يسوع للدرجة أن يسوع أعلن لي أسرار لم يعلنها لتلاميذه وأن يسوع مدحني قدام التلاميذ وأن الروح القدس يسكنني أكثر من باقي التلاميذ وأن ما أعلنوا يسوع لي يفوق إدراك التلاميذ للدرجة أنه ممكن لو قلته لهم يرجموني أي إنجيل هذا ويجي واحد يقول لك أنتوا ليه ما حططوش إنجيل توما ضمن الأنجيل الأربعة الكنيسة رفضت أن تؤمن بإنجيل توما مش عن يعني مش عن اعتباط ده ده ليه أسباب ليه أسباب وكل على فكرة بيجي سؤال دايما هو إنه على أي أساس صارت الأصفار أصفار مقدسة أو أو أصفار قانونية يعني ليه ليه متى ومرقص ولو أو يوحنى صاروا أنا جيل قانونية وليه الأصفار الأخرى زي إنجيل توما وإنجيل توما الإسرائيلي وإنجيل يعقوب وإنجيل يهوزة لماذا لم يصير هذه الأنجيل قانونية بعدين ييجي واحد يقولك آه أصله اللي بتقبله الكنيسة بيصير قانوني واللي بترفضه الكنيسة بيصير غير قانوني ده كلام ملهوش أي أساس من الصحة كل كتاب بيكتب بيحمل شهادة داخلية عن نفسه كل كتاب بيكتب بيحمل شهادة داخلية عن نفسه والكتاب الذي يكتب بالروح القدس يحمل شهادة داخلية عن نفسه هو لا يتعارض مع كلمة الله المعلنة على مر العصور والأجيال هو لا يتعارض مع ما قد أعلن وما قد سلم للرسل وللكنيسة الأولى الإيمان المسلم مرة للقدسين كويس له سلطان أن يفرد ذاته يعني لما كتب إنجيل متى إنجيل متى فرد نفسه إنجيل مرؤس فرد نفسه لأنه يحمل شهادة داخلية وتأكيد في الداخل من الروح القدس أن هذا الكتاب هو كتاب مكتوب بالروح القدس الكنيسة أدركت هذا فقبلت ما قد كتب بالروح القدس واضح الفكرة يعني قبول الكنيسة لم يجعل الأصفار قانونية بل لأن الأصفار قانونية قبلتها الكنيسة زي ما احنا دايما نقول قانون الجاذبية موجود منذ أن خلق الله الكون وقانون الجاذبية جزء من هذه الخليقة إنما جيه في وقت من الأوقات اكتشف هذا القانون صح اكتشف هو موجود الأصفار القانونية موجودة كل اللي اللي عملته الكنيسة أنها قالت أن هذا السفر يحمل دلالة داخلية وبراهين مؤكدة يقدمها السفر نفسه على أنه موحى من الله والأجل هذا قبل الكنيسة أدركت وجود صفر قانوني وأصفار قانونية موحى بها من الله أما صفر توما وإنجيل توما فلا يحمل هذه الصفة على الإطلاق لا يحمل لا يحمل تأكيد داخلي على أنه موحى به من الله ولا يتماشى مع كلمة الله نفسها بل يتعارض مع كلمة الله في أمور كثيرة كويس أجي إلى أمر آخر من الأقوال الغريبة مثلا التي يتضمنها إنجيل توما المقول الأخيرة في إنجيل وهي رقم 114 والتي تقول أن بوترس جاء ليسوع وقال له بوترس جاء للرب يسوع وقال له إجعل مريم تتركنا مريم المجدلية إجعل مريم تتركنا فهي أنسة ولا تستحق أن تعيش هل هذا الكلام يعني يتماشى مع فكر المسيح وتعليم المسيح في الأنجيل الأربعة هل الأنسة لا تستحق أن تعيش كيف تعامل المسيح مع المرأة كيف تعامل المسيح مع النساء بصفة عامة كلام ده يتعارض مع الأنجيل الأربعة ويتعارض مع حياة المسيح المعلنة في الأنجيل الأربعة ويتعارض مع شهادة شهود العيان اللي شاهدوا ورقوا معاملات المسيح مع المرأة ويس فده كل واضح في كلمة الله لكن هنا يقول اجعل مريم تتركنا فهي أنسة ولا تستحق أن تعيش فأجابه يسوع أنظر أنا سوف أقودها وأجعلها ذكرا حتى تصبح روحا حية يعني يعني المسيح هيعمل تحول جنسي علشان مريم المجدلية تعيش المسيح يحولها من أنسة إلى ذكر أي كلام هذا وأي عاقل يقبل هذا الكلام كوحي من الله ويس وأجعلها ذكرا حتى تصبح روحا حية يشبه الذكر لأن كل أنسة تجعل نفسها ذكرا تدخل المجال السماوي يعني النساء مش يخشوا السماء أليست هذه ابنة إبراهيم زي ما قال المسيح هو الإنسان هيدخل السماء أو هيدخل المجال السماوي أو هيدخل ملكوت الله على أساس الجندر أي عاقل بيقرأ الكلام ده يقول الكلام ده مش ممكن يكون كلام موحبه من الله يتعارض الكلام ده مع كلمة الرب كويس يخلق إنجيل توما من أي ذكر لأهم العقائد المسيحية فين العقائد المسيحية في إنجيل توما فين فهو لا يذكر شيئا عن التجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا وحتى يحنى الذي لم يذكر لنا سرد لميلاد المسيح إلا إن يحنى سجل لنا أيضا حقيقة التجسد الإلهي والكلمة صار جسدا وحل بيننا كما نعو لا يذكر شيئا عن حياة المسيح وعن معجزاته وفوق الكل أين الصليب والقيامة التي تعتبر قلب الإيمان المسيحي والتي بدونها لا يوجد إيمان ولا رجاء ولا حتى إنجيل فالإنجيل الصحيح هو الذي يقدم يسوع الذي مات من أجل خطيانا والذي دفن وقام في اليوم الثالث بحسب الكتب وظهر لكثيرين بعد قيامته عشان كده كل هذه الأسباب اللي ذكرناها واللي كلمنا عنها والمرتبطة بالتعليم الخطيئة الموجودة في الإنجيل إنجيل تومة رفضت الكنيسة الأولى هذا هذا الإنجيل واعتبرته هرتقى لترتقي إلى مستوى الكتب المقدسة التي كتبها أناس الله القديسون مسوقين من الروح الكدس إنجيل تومة بنعمل عليك كده علامة X لأنه ليس محابه من الله ويتعارض مع كلمة الله طيب أجي إلى إنجيل تومة الإسرائيلي أو بنسميه إنجيل الطفولة يسوع الغريبة وإحنا بندرس هذه الأمور على فكرة أي واحد هيدرسها وهو بيدرسها وهو بيقراها وهو بيقراها هيكتشف إنه هذه الأنجيل هي المصدر الرئيسي والأساسي الذي استقى منه القرآن معلوماته عن حياة المسيح مع أنها إنجيل أنا جيل منحولة وأنا جيل رفضتها الكنيسة أقولكم سبب بسيط لما الكنيسة كبرت و انتشرت في كل مكان وصار لها وجود وصار لها تعليم واضحة وصارت العقيدة مصاغة في قوانين إيمان كان في هناك هرتقات كثيرة واجهت الكنيسة والكنيسة حكمت على الهرتقة بالهرتقة ولما الكنيسة مع السلطة الرومانية فيما بعد صار لها قدرة كبيرة صارت أيضا يعني تحكم على الهرتقة بالموت أنا جي أكلم على أنه ده صحيح ولا غلط أنا بقول لكم بس مجرد تاريخ ويس طب أنا لو أنا لو أنا عندي إيمان مخالف لإيمان الكنيسة أين أذهب أروح فين ما أنا مش عايز يحكم علي بالموت لو رحت اليهودية اليهودية تحت الحكم الروماني لو رحت إلى سوريا سوريا تحت الحكم الروماني لو رحت إلى مصر مصر تحت الحكم الروماني لو رحت إلى شمال أفريقيا شمال أفريقيا تحت الحكم الروماني يعني في أي مكان ممكن السلطة الرومانية تجبني وتحكمني المكان اللي في ذلك الوقت لم يهتم به الرومان كان مجرد سحرة جماعة من البدو يعيشون في خيام كويس جماعة من البدو يعيشون في خيام ليس لهم يعني ما عندهمش اللي يجعل الرومان يروحوا يحتلوهم ويطمعوا فيهم كانت شبه الجزيرة العربية بكل بساطة شبه الجزيرة العربية كانت المكان اللي ممكن يهرب إليه كل الهراتقة ويعيشون وعشان كده كل التعليم الخاطئة راحت إلى شبه الجزيرة العربية بما فيها الأنجيل المنحولة الغنوسية التي رفضتها الكنيسة ولم تؤمن بها بما فيها المعلمين الكذبة فلو أي واحد عايز يعني ينقذ نفسه ويهرب لحياته هيروح فين هيروح للمكان اللي ما عنده الرومان ما عندهمش فيه سلطة ويعيش هناك هيعمل ايه يعيش هناك وعش كده الأنجيلة اللي كانت موجودة والأفكار اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية كانت في مجملها هي الهرتقات والتعليم الخاطئة التي استقى منها رسول الإسلام والقرآن تعليمه ويس مع وجود اليهود الذين كانوا يبغدون المسيحية والذين أيضا كان عندهم أشياء كثيرة في التلمود والمشنة للآخر من الإسرائيليات التعليم الخيالية اللي كانت حطينها عن شخصيات الكتاب المعدس وعش كده لما نقرأ هنا هنكتشف وإحنا بنقرأ إيه ده النص ده ده موجود مشابه ليه في القرآن الفكرة دي القرآن خدها المعجزة دي القرآن اقتباسها لأنه ده اللي كان موجود بايس فلما أجي إلى إنجيل تومة الإسرائيل إنجيل تفولة يسوع يعود هذا الإنجيل إلى قرن الثاني الميلادي يتناول طفولة يسوع حتى سن الاثناشر اللي هو زي ما قولي الفترة اللي صمت فيها الوحي عن الكلام عن يسوع طبعا تخيلات كلها ماذا كان يسوع يفعل وكيف كانت طفولته وكيف عاش هادي الطفولة هل عاش الطفولة كأي طفل عادي هل كان يفعل كما يفعل أي طفل عادي هل كان يقول كما يقول أي طفل عادي كلها كانت دي كلها يعني مجال خاص للتخيلات وللكتابات ويس يتناول طفولة يسوع حتى سن الاثناشر الكاتب لا يمكن أن يكون مسيحيا وهنشوف كده لكنه من أصل يهودي لأنه لا يعرف ولك حتى من أصل يهودي لأنه لا يعرف شيئا عن اليهودي يعني الكاتب ليس هو مسيحي وليس هو يهودي هو جمع ما بين الاثنين ويس النص في مجمله يحمل إهانة شخصية ليسوع المسيح هناك عدد من الأوصاف المشوهة ليسوع في إنجيل التفولة المنسوبة لتومة برضو منسوبة لتومة غالبا ما يوصف يسوع بأنه وهو طفل يعني شخص سريع الغضب حقود ما عندوش احترام لحد تقريبا لو أن المؤلف كان يسيخ شخصية تشبه الأساطير الرومانية القديمة عن الألهة الألهة المحتالة الألهة الجبارة المفترية الغضوبة كويس بتاعة الرومان والألهة الأطفال ما الرومان كانوا بيؤمنوا بالألهة الأطفال في الوثنية والعصور القديمة كويس ونشوف دوا في نصوص أنا مش بفتري على على إنجيل الطفولة أنا مش بفتري عليه أنا هوريكم نصوص أنتو نفسكم سواء كمسيحيين أو مسلمين هتقولوا مش ممكن هذه النصوص ترتقي لتكون حقيقة عن حياة المسيح كويس يقدم الكاتب الطفل يسوع صانع المعجزات طفل يلعن طفل يميت طفل يقيم يبهر الآخرين بمعجزاته وطفل يصنع المعجزات عشان يبرر نفسه مش بيصنع المعجزات شفقة على الآخرين لا 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 ده ممكن مجرد مجرد أنه يعمل كده علشان يبرر نفسه يخرج نفسه من موقف يصنع معجزة طيب هاجي لنصوص من ضمن هذه النصوص اللي موجودة يسوع يخلق طيورا ده نص بإنجيل توما الإسرائيلي يقول كان الطفل يسوع وعمره خمسة أعوام يلعب على حافة ساقية وكان يتلقى في أقنية صغيرة المياه الجارية فغدت على الفور رائقة وصافية يعني أول لما حطت إيده في المية المية على طول حصل لها إيه تحولت إلى أنها مية صافية وكانت تطيع صوته المية كانت بتطيع صوته وإذ جبل طينا خطينا استخدامه ليصنع 12 طائرا خطين من المستنقع اللي فيه المية ده وعمل 12 طائر كويس ما لناش أني طائر عصفير كبيرة صغيرة مهم حاجة بتطير وكان اليوم والحال هذا يوم سبت يعني المسيح عمل كده في يوم سبت وكان هناك أطفال آخرون كثر يلعبون معه فمضى فورا أحد اليهود وقد رأى ما كان يفعله يسوع وأنه كان يلعب يوم السبت يسوع كان يلعب يوم السبت وقال لأبيه يوسف ها أن ابنك على حافة الساقية وقد صنع إثن عشر طائرا من الطين ودنس السبت وجاء يوسف إلى ذلك الموضع وإذ رأى ما فعل يسوع صاحة لما فعلت يوم السبت ما هو محزور فعله فصفق يسوع بيديه وقال للطيور هيا فطارت مغردة واستولى الإعجاب على اليهود لدى رؤية هذه المعجزة ومدوا يروون ما رأى أو ما رأوا يسوع يفعله يبقى من أين أتى القرآن بأنه كان يصنع من الطين طايرا مش من دماغه مش من دماغه ده جبهة من إنجيل الطفولة المنحول كويس وأي حد هيدرس هذا المواضيع يعني لما تكيد تيجي تكلم حد من المسلمين يقوله تقوله مساني يقوله لا 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 أصله الكرآن وحي من الله كويس حتى فكرة المصادر أنه استخدم مصادر لكي ما يكتب بها مرفوضة عند المسلم مع أنه أي عائل على طول هيربط دمه يربط هنا وهنا لأنه ده موجود من قرن التاني وموجود في شبه الجزيرة العربية مع الهراتيقة اللي هربوا إلى شبه الجزيرة العربية أن يسوع كان يصنع من الصين طائرة بيس المسيح يلعن هل يليق بأن يلعن المسيح الذي لم يفعل خطيئة ولم يوجد في فمي غش يقول شوف كان وكان ابن حنان الكاتب قد قدم قد قدم مع يوسف فأجرى المياه التي تلقاها يسوع أخذا بغصن صفصاف فانزعج يسوع وقد رأى ذلك وقال له أيها الرجل الظالم الكافر والمجنود تعبيرات إسلامية على فكرة ليست تعبيرات المسيح نفسه فكرة كافر ومجنون واتهم الأشخاص ووصفهم بأشنع الأوصاف ده ما كانش عمر المسيح عمل كده بماذا أذاك هذا الماء سوف تكون كشجرة ضربها اليباس وحرمت من جذورها لا تنتج أوراقا ولا ثمارا وعلى الفور يبس بكامله الرجل المسيح لعن هذا الشخص ابن حنان فابن حنان يبس في الحال وعلى الفور يبس بكامله ثم مضى يسوع إلى مسكن يوسف وأهل الطفل الذي يبس أمسكوه بين ذراعيهم آسفين للمصاب الذي ضربوا في عمر طريق هذا وأخذوه إلى يوسف الذي حملوا عليه بحدة لأنه له ابن يفعل أشياء كهذا يعني خدوا ابنهم اليبس وراحوا به إلى بيت يوسف وانتهر يوسف أنه مرباش المسيح أنه فشل في تربية المسيح أن له ابن يفعل هذه الأمور يلعن شخصا ويجعله يابسا ده المسيح المسيح أيضا في مواقف من المواقف يقول وعندما كان اليهود يقدمون نصائح لزكا أخذ الطفل يضحك وقال الآن وقد أثمرت الأمور وعمي القلب يبسرون جئت من فوق لألعنهم وأدعوهم إلى أشياء أسمى المسيح أتى من فوق علشان يلعن يعني الكتاب الأنجيل تقول أنه قد أتى ليكون يعني أن المسيح قد أتى لكيما يرد ويشفي ويخفر الخطايا المسيح هنا أتى لكيما يلعن لألعنهم وأدعوهم إلى أشياء أسمى هذا هو الأمر الذي أعطاني إياه من أرسلني لأجلهم هذه هي إرسالية المسيح هل هذه هي كلمات المسيح الذي قال روح الرب علي لأنه أرسلني لأشفي منكس القروب والنادي المسبيين بالعذق هل هذه هي رسالة المسيح هل هذا هو المسيح الذي كان يجول في كل مكان يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس هل هذه هي فعلا حقيقة إرسالية المسيح أنه قد جاء من السماء لكي يلعن وحين أنحى كلامه كل الذين أصابتهم لعنته شفيوا على الفور ومنذ ذلك الوقت ما من أحد كان يجرؤ على إثارة غضبه خوفا من أن يلعنه ويصاب بشر ما يعني الناس كانت بتتجنب المسيح ده راجل شرير ده راجل إذا لعن حد هتلبس فيه معنى هنا نقرف الأنجيل أن الكل كان يقترب للمسيح كل القرية بكل مرضاها بكل ما فيها كانوا يخرجون للمسيح كان محبة المسيح ورحمة المسيح هي القوة الجاذبة للناس نحو شخصه ده هنا سورة مختلفة مسيح يلعن والناس تخاف منه حتى لا يغضب قلوا لي امتى غضب المسيح قلوا لي امتى المسيح كانت الناس بتخاف منه الناس كانت تهابوا لأنه كانوا يقولون أنه يعلم ليس كالكتب والفرسين كانوا يعلم بسلطان الناس كانت تحترمه بس الناس كانت تحبه وتقدره وتقترب إليه لكيما تسمع كلامه ويأتوا بمرضاهم والعمي والسقم والعرج والبرس كانوا يقتربون إليه لأنه له شفاء أي يسوع هذا اللي انتوا بتكلموا عنه في إنجيل التفولة أي يسوع ده يسوع هذا لا نعرفه وليس له أي صلة بيسوع الحقيقي يسوع في مرة كان يعبر القرية كان ماشي في القرية وهو طفل فصدم طفل خبط في طفل كده وهو ماشي وهو راقد في كتفه أي كن رد فعل يسوع فثار يسوع وقال له لن تذهب إلى أبعد وعلى الفور سقط الطفل ومات تخيل طفل تخيل طفل مش متعمد خبط المسيح والمسيح ماشي وهو طفل فالمسيح قال له بما أنك عملت كده أنت مش هتكمل ماشي فوقع الطفل ومات وقال قوم وقد رأوا ما حدث من أين يأتي هذا الطفل إن كل كلا من كلماته تتحقق على الفور ناس تعجبت الطفل ده بيجيب السلطان ده منين كويس كل كلمة بيقولها بتتحقق على الفور واقترب أهل الطفل الذي ضربه الموت من يوسف وقالوا له أن لك طفلا بحيث لا تستطيع سكن قريتنا نفسها وإلا علمه أن يبارك لا أن يلعن لأنه يهلك أطفالنا راحوا أهل الطفل اللي طفلهم مات لأن يسوع لعنه كويس راحوا ليوسف وقالوا له ما ينفعش تعيش في بيتنا في قريتنا ما ينفعش تعيش وسطينا ليه جماعة ما ينفعش تعيش وسطيكم أصل أنت ابنك متعلم أنه يلعن ولما يلعن بتتحقق اللعنة علمه أن يبارك لا أن يلعن أي يسوع هذا الذي تتحدثون عنه ده لا الكرآن ولا الإنجيل قدم هذه الصورة البشعة ليسوع يسوع كطفل بشع هش كده بقول لكم إنجيل الطفولة يقدم يسوع بصورة مهينة مهينة لشخصه هو عايز يقدم يسوع صانع للمعجزات الطفل القوي الذي يستطيع كل شيء لكنه في المقابل قدم لنا وحشا طفل غير متربي يلعن لا يبارك لا يغفر لا يترك الإساءة يميت يميت يتسبب في الأزى لأهله مريم ويوسف للدرجة أنه أهل القرية عايزين يترطوهم علشان ابنهم اللي ما ترباش وتيجي تقول لي هو أنت ليه ما خدتوش إنجيل التفولة علشان يبقى إنجيل محطوط ضمن الأنجيل القانونية لو أنت بتسأل هذا السؤال اسمح لي أقولك أنه يعني لا إما حضرتك ما قريتش الإنجيل يا إما حضرتك مش منطقي ولا تفكر بطريقة منطقية نهائي طيب تنقل قيامة زينون الطفل أنا عاجبني إسم زينون أول مرة أسمع كلمة إسم زينون ده لما يقول وبعد أيام قليلة إحنا كده كله بنكلم على يسوع الطفل إحنا بنكلم على يسوع قبل 12 سنة البشاعة اللي بيقدمها إنجيل الطفولة لطفل مفتري منتقم يلعن يميت مخيف لا تليق بالمسيح على الإطلاق الذي قصب مردودة لا يقصب وفتيلة مدخنة لا يطفئ شف هنا وبعد أيام قليلة كان يسوع يلعب على المصطبة في أعلى منزل على سقف البيت يعني على السطح زي ما كلنا كنا زمان في بيوت أهلنا كان في سطوح كويس بالأخص لو أنت أهلك يمتلكوا البيت كانوا دايما يسكنوا في الدور الأخير كويس وبعدين يعملوا سلم ويعملوا صور فوق ده السطوح وكان زمان في الأرياء في السطوح ده يعني مكان مهم جدا وبعد أيام كان يسوع يلعب على مصطبة في أعلى منزل فسقط أحد الأطفال الذين كانوا يلعبون معه حصل أن طفل من الأطفال اللي كانوا بيلعبوا مع المسيح وقع مات من أعلى السطح ومات ولما رأى الأطفال الأخرون ذلك هربوا يعني هم مجموعة من الأطفال بيلعبوا مع المسيح واحد منهم جري ولا عمل حاجة ولا شاب وتصلك الصور وقع مات التنين الأطفال علشان خافوا من الموقف كل واحد راح هرب ونزل يسوع وحده وعندما جاء أهل الطفل الذي مات اتهموا يسوع بدفعه من أعلى السطح قالوا أنه أنت لزقته تهم يسوع بأنه هو اللذاء الطفل من أعلى السطح وكانوا له شتائم فنزل يسوع من السطح واقترب من جثة الطفل ورفع صوته وقال يا زينون كان هذا اسم الطفل يا زينون قم قم وقل لي إن كنت أنا من أوقعك المسيح اقترب إلى الجثة طفل بقى المسيح اقترب إلى جثة الطفل اللي وقع ده ونداب اسمه قال له يا زينون قم وقول يا زينون ورد على الاتهمات اللي أهلك بيتهموني بيها هل أنا اللي تسببت في موتك أنا اللي زقيتك وقعتك من على السطح ومت أجاب الطفل وقد نهض على الفور لا يا سيد لم تسبب سقطته وبالعكس تماما أقمتني من الموت وذهل الذين كانوا حاضرين ومجدوا أهل الطفل الله لأجل الآية التي حصلت وسجدوا ليسوع خرافات 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 وأساطير وأساطير من أمتى يسوع عمل معجزة علشان يرد اتهام عن نفسه أو يبرر نفسه ده لما طلبوا منه معجزة علشان يؤمنوا بيه قال لهم ما ينفعش جيل شرير وفاسد يطلب آية من أمتى المسيح عمل حاجة علشان داته من أمتى المسيح كان اللي يهمه أنه يبرر نفسه ولا معجزة من المعجزات اللي عملها المسيح كان بدافع أناني كانت بدافع أناني ولا معجزة إقامة الموت كان بسبب التحن على الموت وأهلهم شفاء البرس كانت لأنه أشفق عليهم شفاء العم لأنه أشفق عليهم إشباع الجموع لأنهم رأهم جعنين شفاء الرجل اللي بقاله 38 سنة مشلول لأن المسيح أشفق عليه كل المعجزات اللي عملها المسيح كانت بدافع محبته للناس هنا بيقدم لنا يسوع الذي يصنع معجزات لكي ما يبرر نفسه وهذه صورة معاكسة تماما للأنجيل زينون أتنقل بسرعة يعني في الوقت خدنا في الإنجيل اللي فات لكن خليني في الوقت اللي جاي العشر دقائل باية من البرنامج أتكلم شوية عن إنجيل يعقوب التمهيدي اللي هو اللي هو برضو يعتبر إنجيل ولادة مريم الإنجيل ده مش مرتبط بالمسيح قطفل الإنجيل ده مرتبط بمريم يوسف قبل لما يعني من هي مريم كيف ولدت من هو أهلها كيف عاشت كيف أتى عليها الملاك إلى آخر هذه الأمور شوفوا أيضا هناك التشابه ما بين هذا الإنجيل وقصة مريم وميلاد المسيح كما مسجلة في القرآن أوكي يقدم الكاتب نفسه على أنه شقيق يسوع الأكبر يعني يوسف كان متجوز كويس قبل ما يخطب مريم ومراته ماتت فكان رجل أرمل وبعدين اتخذ مريم فمن زوجته الأولانية عنده ولد اسمه يوسف كويس يقدم يقدم الكاتب نفسه على أنه شقيق يسوع الأكبر من زوج يوسف الأول وليس من مريم العزراء ده في بداية الإنجيل بيقول لنا كده البعض يقول أنه يعود للقرن الثاني الميلادي وبعض العلماء الآخرين يقولون أنه يعود إلى القرن الخامس الميلادي فهو إنجيل متأخر يهتم الكاتب بالتركيز على أسرة مريم العزراء وعلى والديها وكيف ولدت وتربت ودعاها الملاك كلمنا عن يواقيم وحنة لهو أبو مريم وأم مريم ويقول لنا أنه يواقيم كان رجل غني جدا وكان يقدم قرابين مضاعفة يعني لما كان يجي الأعياد والمناسبات كان الراجل دو يقدم مش بس المطلوب منه كان يقدم أضعاف المطلوب منه كويس علشان أنه يعني تخفر خطياء وينال رضا الرب في يوم من الأيام وفي أحد المناسبات أراد أن يقدم قرابين وأخذ هذه القرابين وذهب بها إلى الهيكل وقال له أحد الكهنة لا يحق لك يا يواقيم أن تقدم قرابينك ليه ليه هل أنا خاطي هل أنا مجرم هل أنا مزنب علشان ما قدمش قرابيني قال له لأ لأنك لم تنجب زرية في إسرائيل يا دي دي مصيبة لوحدها كبيرة دي طامة كبيرة زي ما نحن نقول مصيبة أو طامة كبيرة إزاي إنه إزاي واحد يحرم من تقديم زبائح وقرابين لأنه لم ينجب جبتوها منين دي بنتوها على أي نص في كلمة الله إبراهيم ما كانش عنده أولاده وكان بيقدم قرابين صح أو لا القانة وحنة أم سامويل ما كانش عندها أولاد وكانت بتروح مع القانة تقدم قرابين لا يوجد شريعة أو نص في الشريعة المساوية تحرم رجل وامرأة لم ينجب من تقديم القرابين للرب لأنهم لم ينجب لأن الفكر اليهودي مؤسس على الإنجاب هو عطية الله ده 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 موضوع الرب مش موضوع الإنسان فكيف يعاقب الله الإنسان على أمر ليس الإنسان له دخل فيه كويس ده يعني ده ده دي خرافات ده أول زي ما نحن أول القصيدة كفر بهذا الإنجيل كويس فعملي يوقيم حزن حزن جدا وبدل ما يرجع البيت لمراته خد بعضه راح على الصحراء كويس قاعد في الصحراء البعض أربعين يوم فترة طويلة فترة قصيرة إنما يعني حزن على نفسه جدا وتأثر بكلام ده وراح وقاعد في الصحراء مراته حن أم مريم حزنت حزن كبير حزن مضاعف كويس قائلة أنني أرثي لترملي وعقمي يعني أنا صرت مترملة لأن الجوزي ماشي وكمان أنا ما عنديش ولد فأنا عقيمة ده كلام يعني أنت عايز تظهر أنه هناك معجزة في ميلاد مريم تبهد للدنيا بالشكل ده طيب الرب يسمع لصلاة حنة وتتعهد حنة بأن تكرس مولودها سواء كان ذكرا أو أنسى الرب بيفتكر حنة وتلد مريم ومريم تتفطم وتاخدها أمها إلى الهيكل طبعا الكلام ده مش موجود في الأنجيل نهاء كلام مش موجود في الأنجيل لأنه الإنجيل مهتم بيسوع المسيح موضوع الإنجيل هو شخص يسوع المسيح عشان كده الأنجيل اهتمت بأنها تكلمنا عن مريم من أول ما قتل ملاك لها وليس من قبل ما يأتي الملاك لها مريم تتلقى طعامها من يد الملائكة مريم كانت في الهيكل عشان أهلها كرسوها للرب فرحت الهيكل وكان اللي بيأكلها مش الكاهن اللي كان بيأكلها الملائكة كانت الملائكة بتجيب لها الأكل وتأكلها هذه الفكرة الفكرة فكرة تعظيم مريم وتمجيب مريم وجعل مريم شخصية يعني معجزية هذا الكلام أتى متأخر جدا في الكنيسة بعد القرن الرابع بعد القرن الرابع وفكرة أن مريم لم تنشأ في بيتها ولم تنشأ بين أحضان أمها وأبوها لكنها نشأت في الهيكل وكانت مكرسة في الهيكل وكانت الملائكة وكانت الملائكة سوري تأتي لكي ما تطعمها كل هذه الأمور أمور متأخرة جدا ترتقي إلى مستوى الهرطقات اللي دخلت على الكنيسة كويس وبعدين لما بلغت بقى 12 سنة وبدأ يجلها الحيض لأنها دخلت في مرحلة أنها بقيت يونج ليدي يعني شابة كويس عندما بلغت الثانية عشر من عمرها اجتمع الكهنة وقاله ما ينفعش مريم تكون في الهيكل ليه لأنه وانس أنه مريم هيجلها الحيض مريم هتنجس الهيكل فلازم نفكر أنه مريم تقيب مع حد تقيب مع حد فماذا نفعل في شأنها لألا تمس قداسة هيكل الرب إلهنا دانسا ما وقال الكهنة لرئيس وقال الكهنة لرئيس الكهنة اذهب وقف أمام هيكل الرب وصلي من أجلها وما يظهره لك الله نتمثل به فدخل رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس وقد لبس ردائه مع أنه رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة فقط في السنة وهو يوم الكفارة العظيم إلا أنه ماشي وقد لبس رداءه الكهنوت المزين بيسنى عشر جرسا وصلى من أجل مريم ويزب ملاك الرب يظهر له قائلا يا زكريا يا زكريا أخرج واستدعي من هم أرامل ارجمع الرجال الأرامل يا زكريا من الشعب وليأتي كل واحد بعصة يعني يا زكريا الرب قال له روح اجمع كل رجل مراته ماتت ويس والرب هيختار واحد من هؤلاء ويس بطريقة المعجزية وآتى من ضمن هؤلاء كان يوسف وكان الرجل بيشتغل في الغب بتاعه وآتى المهم هناك علامة من العلامات ظهرت فيوسف قال له انت اللي هتاخد العزراء قال له ما ينفعش قال له الرب قال لك ولازم تاخد ايه العزراء لبيتك خدها طبعا خد يوسف مريم العزراء مرتعبا وقال لها انني اتقبلك من هيكل الرب واترك لك المسكن وازهب لأزاو المهنة نجارا واعود اليك وليحفظك الله كل الايام طبعا هذه خرافات لان مريم كانت مخطوبة ليوسف عندما وجدت انها حبلة ويوسف اختار مريم برضاه ولم يجبر يوسف على ان يختار مريم كخطيبة له كل هذه الامور لكيما يعني يضعوا صفات غير الصفات التي وصف بها الكتاب مريم العزراء فيشوك الحقيقة هذا انجيل مزيف ليس له اي علاقة بالاناجيل الصحيحة وبعد افكاره للأسف دخلت الكنيسة التقليدية وبعد افكاره عن مريم دخلت وصارت معتقد عند الناس وهذه افكار خاطئة انكمل بعض في الحلقات اللي جاية فالى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم